السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله و مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة اليوم شاء الله انا رايح ندير موضوع في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني انا رايح ندربو على المسائل يعني على الوضعيات الإدماجية هاي نبدو مع بعض الوضعي الإدماجية يملك خطار ست سناديق من البرتقال في كل صندوق تسعة كيلوغرام احسب وزن البرتقال نديرو باش نعرفو كامل وزن البرتقال نديرو تسعة في ستة تسعة ست مرات تسعة في ستة تساوي أربعة وخمسون دائما نكتبو العمليات عموديا أبخي نكتبوهم أفقيا وتحت العملية الأفقية نكتبو الجواب هدي هي طريقة كيفاش نحلو مسألة نديرو خط العمليات الأجوبة هنا العمليات تكون عموديا هنا في الأجوبة تكون عمليا أفقيا تحت هالجواب وما تنسوش يا أطفال دائما الوحدة تسعة في ستة تساوي أربعة وخمسون ايدا نكتبو العمليا أفقيا تسعة في ستة أربعة وخمسون وزن البرتقال هو أربعة وخمسون كيلو جرام ياك ما ننسوش الوحدة الوحدة مهمة وعليها علامة عليها نقطة نروحوا للسؤال الثاني باع البرتقال بخمسة وتسعون دينار للكيلو جرام الواحد الكيلو جرام الواحد باعوا بشحال بخمسة وتسعين دينار ما هو ثمن بيع الصندوق الواحد حنا الصندوق ما تغلطوش يا أطفال حنا الصندوق الواحد شحال قلنا فيه فيه تسعة كيلو جرام يعني هاد الصندوق شحال باعوا علما أنوا واحد كيلو جرام باعوا بخمسة وتسعون دينار جزائري واش نديروا يا أطفال سهل نديروا خمسة وتسعون في تسعة صندوق الواحد فيه تسعة كيلو جرام الكيلو جرام الواحد باعوا بخمسة وتسعين دينار نديروا خمسة وتسعون في تسعة نديروا عملي عمودية خمسة وتسعون في تسعة تساوي ثمانمية وخمسة وخمسون نكتبوها أفوقيا ونكتبو الجواب ثمن بيع الصندوق الواحد هو ثمنمية وخمسة وخمسين دينار جزائري الآن واش قالوا لنا ما هو ثمن بيع كل الصناديق حنا واش علابلنا علابلنا بلي عندو ست صناديق رانعرفنا بلي ثمن بيع الصندوق الواحد هو ثمنمية وخمسة وخمسين دينار واش نديروا بش نعرفوا بش حال باع كامل الصناديق نديروا ثمانمية وخمسة وخمسون في ستة وعلاش؟ شوفوا باتتخ حجي لها فيديو طويلة بس حنين نبسط لكم باش تعرفوا بلي سهل وعلاه بسك الصندوق هدا اللولاني باعوا ثمنمية وخمسة وخمسين صندوق ثاني ثمنمية وخمسة وخمسين كذلك صندوق ثالث ثمنمية وخمسة وخمسين كامل ثمنمية وخمسة وخمسين كامل نديروا ثمانمية وخمسة وخمسون في ستة لدينا نتيجة 5135 نتصل بأفقه ثمانٍ بيع بيع الصناديق 5130 دينار كيف تعتقدونني كيف حال طريقة واحد اخرى باع كامل الصناديق هنالك الصناديق تسلم بائع الأواني سبعة وثلاثون صندوقا في كل صندوق ثماني أكواب ووجد خمسة وعشرون كوب مكسور باع بقية الأكواب بخمسة وسبعون دينار للكوب الواحد ما هو عدد الأكواب التي تسلمها البائع ولم تكسر؟ تسلم بائع الأواني سبعة وثلاثون صندوق في كل صندوق ثمانية أكواب كيف نعرف كامل الأكواب التي تسلمها البائع الأواني؟ تسلم بائع الأواني سبعة وثلاثون في ثمانية هنا سوف نصيب كامل الأكواب لتسلمها إذا هيا يا أطفال سبعة وثلاثون في ثمانية جينا ميتين وستة وتسعين نكتبو العملية أفقية عدد الأكواب المستلمة هو مائتاني وستة وتسعون كوب تخيب يا دوركا باش نروح للمرحلة الثانية ننحوسوا فيها على عدد الأكواب لتسلمها ولم تكسر كيفاش نصيبوها؟ قل لك واجد خمسة وعشرون كوبا مكسورا واش نديرو يا أطفال؟ عدد الأكواب اللي تسلمها نقص لها عدد الأكواب اللي صابها مكسورة إذا نديرو مائتاني وستة وتسعون ناقص خمسة وعشرون نصيبو ميتين وسبعين عدد الأكواب التي تسلمها البائع ولم تكسر هو مائتاني وواحد وسبعون كوبا والآن قالوا لنا ما هو ثمن بيع هذه الأكواب؟ بشحال باعها؟ نحن نديرو مائتاني وواحد وسبعون عدد الأكواب اللي عندو في خمسة وسبعون ونصيبو عشرين ألف وثلتمية وخمسة وعشرين ثمن بيع هذه الأكواب هو عشرين ألف وثلتمية وخمسة وعشرين عفوا دينار إذا هدوهما المسائل اللي درناهم كيف كيف نفس الشي ديرو عليها كابتور ديك خان هدوهما المسائل اللي درناهم للنهار اليوم إن شاء الله هني رايح نكمل معاكم ما يجي خلاص العنبي إذن الله تولي المسألة هدي تبان لكم لعبة ياك أطفال كل شي سهل عليكم وعلى التركيز وكما نقوله قراءة سؤال نصف الجواب لازم نقرأ ومليح المسألة تعنا الأجوبان رايح نلقوهم فيها ياك هايا مع السلامة وبتوفيق إن شاء الله سلام موسيقى